طيب بسانت قالت حاجة مهمة قالت ان هي بتقلق او ممكن تقلق من الموضوع لا اعيط مشاء الله ممكن اعيط اعيط لها السلام نفسي مش طبيعي امتى بقى ممكن عيط ممكن نخاف زي ما بسانت كده بتقول يعني امتى لو وصل لايه من التعامل مع هذا الطفل او الشخص التخيلي نقول لا والله هنا بقى ممكن احنا نبدأ نشوف حد نفسي يتعامل مع الموضوع يا حبازة بقى لو ام دايما عايشة نظرية المؤامرة اللي هو الود سخن عشان هو محسود او انا حصل كذا عشان الولد محسود فبتلاقيها عايشة الدور ده قوي قوي فاللي هو من ضمن بقى الولد كان زي الفل تاني ام لقيته بيكلم نفسه ومهارس وتلاقي الموضوع دخل في خيالات تانية خالص فلا الموضوع ما يخوفش خالص خالص لسبب بسيط جدا فكرة المحكاة اللي بتحصل اللي حواليه هو ممكن يكون بيتخيل بعض المشاهد اصلا وبيعمل ليها تصور خاص به مبتسم زي ما قولك ده بيكون رزم على الملايكة ده بيضحك هو نايم ايوه يا جماعة الحاجات دي لانه هو البوتاقة المعرفية عنده كبيرة قوي عننا لانه هو دماغه فاضية عشان كده ده احنا بنقول التعلم في الصغر كان نقش على الحجر فعلا لانه هو دماغه فاضية شكل لا اراضي منه دي حاجة الحاجة التانية اللي ناس كتير بتعاني منها برضو فكرة ان لما الطفل يقوم يحكي قصة او يقول مثلا بابا حصل كذا بابا عمل كذا او يقوم معايا ما لك يقولك اصلا اخويا ضربني فالأسرة بتتعامل انه هو كداب الطفل الغاية مثلا مرحلة الطفولة المبكرة ما تخلص معاه اللي هو مثلا لحد سن ست سنين مثلا يعني حسب التغيرات السيكولوجية عند الطفل بتفرق من خمس لست سنين تقريبا وده ان الوقت ده هو بيبقى عنده نوع من المحكاة اللي بتخليه مش مفرق ما بين الحلم والحقيقة فبالتالي هو ممكن يكون بيحكي حلم واحنا مش واخدين بالنا فاحنا ما انت كداب وازاي هو اصلا ما ينفعش اصلا نقول الطفل انت بتجدب يعني كلمة دي ما ينفعش انه يصموا بيها يعني حتى هو مش فعلا هو مش بيجدب فدي بتبقى كارسة الحياة فكرة ان ولاي الامر مش واخد باله ان لا هو الطفل مش بيجدب بس هو مش قادر يفرق ما بين اينا ده حلم ولا دي حاجة حصلت في الحقيقة فهو ده اللي بيفرق بالنسبة دي برضو احد المشاكل اللي الناس كتير يا ايما تقولك ده الولد عنده هلاوس يا ايما الولد مش طبيعي وعلى بس وجن والكلام اللي الناس تقول فهو لا ده ولده الطفل ما بيفرقش بس ما بين الحلم والحقيقة لغاية وقت معين بشكل كبير قوي فلما يقولك انا رحت الجنينة وكلمت الاسد والتمسح اكلته والكلام العادي خيال واسع دايما كنا بنسميها اكتر خيال واسع دكتور انا النهاردة كامة اتصرف ازاي مع ابني انا ما عنديش اي معلومة عن موضوع الامجيناري او الصديق الخيالي اتصرف ازاي مع ابني اول ما لقيه بيتخيل حاجات جنبه او بيتكلم مع حد مش موجود يعني انا عايزة من هنا اتكلم عن الجانب النفسي للطفل ازاي اتعامل معايا من غير مأزي نفسيا او اديئ